كافانكات تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة ندوة في موضوع أي مساهمة للمدن المغربية الكبرى في النموذج التنموي في ظل الصعوبات المالية التي تعيشها أضطرها كل من محمد أمحجور نائب عمدة مدينة طنجة المكلف بالتدبير المالي للجماعة وفؤاد العمري البرلماني والعمدة السابق للمدينة فيما غاب عبدالله بوانو عمدة مدينة مكناس عن اللقاء هو اللقاء كان جيد زباية المواصفات حيث أنه كانت حاضرة لمعارضة ولا المسؤولين لكيسيروه الشأن العام يعني كيسيروه هذه فكنظن أنه نتيجة من هذا اللقاء شنو كنا كنت تضعون منه حققنا هذه رياعة الحال بعد هاد دورة موازية مش يكون عنا توصيات في نفس الوقت مش يكون نخرجوا واحد بيان لرأي العام مش نعبوه فيه على الخلاصة ما قيله سواء من طرف أصحاب القرار سواء من معارضة سواء من القاعة اللي كان فيها حضور حضور حزاب السياسية الشمع المدني الطلبة الأساسي داء الجمالي اللي بغينا نوصله له وحققنا اليوم هو نفتحه حوار بين السياسيين اللي كي متلو مدن كبرى وكان هناك غياب ديال الممثل ديال المدينة الكبرى مدينة الكنس الندوة التي نظمها التكتل الجمعوي بطنجة الكبرى ناقشت مجموعات من المحاور همت بالأساس التحليل المالية لجماعة طنجة والحجوزات المالية الأسباب والمآلات إضافة إلى محور المدن المغربية الكبرى رهان نجاح النموذج التنموي الجديد المهم اليوم هذا كان لقاء بدعوة من المجتمع المداني ممثل في التكتل جمعية طنجة الكبرى وكان فرصة للتداول في الوضع ديال المدينة إجمالا ومن ضمن الوضع المالي وكان حوار مفتوح مع النشطة ديال المجتمع المدني ومع مجموعة ديال الفعالين واللي كان فيه تداول في قضايا المدينة وكان يجوى إيجابية عموما وشهدت الندوة سجالا كبيرا حول وضعية الجماعة من خلال آراء الحضور التي تطرقت إلى جملة من المشاكل التي يعاني منها المواطن الطنجي في مدينة لم تستطع ليومنا هذا كل المشاريع المنجزة بها الاستجابة لانتظارات الساكنة هل لا باستطاعة المدن الكبرى أن تساهم في النموذج التنموي في ضوء الصعوبات التي تعيشها سؤال عريض يحمل في طياته الكثير من التعقيدات ولعل عجزة جماعة طنجة المالي لا أكبر جواب على وضع عام تعيشه مختلف مدن المغرب فبالرغم من الاستثمارات التي عرفتها بعد تلك المدن إلا أن انعكاسها على المواطن يبدو محدودا لدرجة أن منسوب الأمل والثقة في المنتخب ينقص يوما بعد يوم نردنا الحداد لقناة كافنكاتفي من مدينة طنجة